تحية طيب مشاهدين وإلى أخبار الاقتصاد حيث أكد قائم مقام أربيل نبز عبد الحميد أن اللجانة التفتيشية رصدت تلاعبا بالأسعار من قبل التجار وقدم سبعة منهم إلى القضاء وكدنا أن المحافظة والدوائر المعنية بمراقبة الأسواق ستتخذ كل الإجراءات القانونية بحق التجار والمتلاعبين بالأسعار مشيرا إلى أن الدولار وتغيير سعره كان له الأثر الأكبر في إقبال التجار على هذه الخطوة لا نستطيع أن ننكر أن الارتفاع جاء نتيجة رفع سعر الدولار أمام الدينار العراقي وهذا الموضوع يشمل كل العراق وليس فقط مدينة داربيل أو محافظة داربيل ولكن الشيء المهم في هذا الموضوع هو عدم إفساح المجال أمام المستغلين صحيح هناك ارتفاع نزبي بقدر نسبة ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي ولكن هناك حالات بسيطة أو شاذة نستطيع أن نقول في بعض الأماكن كان هناك استغلال أكثر من هذه النسبة الموجودة في ارتفاع سعر الدولار ولكن تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هؤلاء المخالفين وتم إحالة قبل ثلاثة ديام إحالة سبعة أشخاص إلى المحاكم لينالوا جزائهم العادل وفق القانون